رغم المبادرات والاجراءات المتبعة لتنويع الاقتصاد الا ان النفط ما زال المساهمة الاكبر في تمويل الموازنة حسابات وزارة المالية لشهر حزيران الماضي تبين ان النفط ما زال المورد الرئيس للموازنة الاتحادية وبنسبة بلغت 96% ما يؤكد الحاجة لتبني سياسات اقتصادية جديدة للخروج من الاقتصاد الريعي بحسب مختصين عملية التحول تحتاج الى خطة ستراتيجية تبنى على اساس استدامة الارادات وتخفيض تكاليف الحياة حاليا العراق للأسف نتيجة صراع الدائر في البيئة الحالية هذا بالتأكيد يعطي انطباع سيء لقدوم الاستثمارات نحتاج الى ان يكون هناك نظام لطمئنة المستثمرين على مستوى تحريك ملف قطاع التأمين لكي يكون هو الحافز والمطمئن للاستثمار لكي يعمل في البيئة العراقية تفعيل القطاع الخاص والنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة والزراعة افضل سبيل لتنويع موارد الدولة الاقتصادية فضلا عن القضاء على البطالة التي تعكس مشكلة خطيرة على المجتمع احنا بدنا نقدر نشغل القطاعات الانتاجية لتغفرنا الامن الغذائي والامن العام في الزراعة والصناعة بدنا تطلع كل المبالغ استيرادات غير انتاجية لا العقدة الموجودة على رأس القائمين على رأس الاقتصاد بالبلد ما عندنا قناعة جادة وما عندنا ارادة حقيقية لتشغيل القطاع الخاص الذي يستوعب هذه العاملة العاطلة ويرى اقتصاديون ان استمرار الدولة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للموازنة العامة يضع العراق في خطر الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر بسبب تباين اسعار النفط وهو ما يعزز الدعوات التي تنادي بتنوع مصادر تمويل الموازنة من بغداد محمد جبار العراقية الاخبارية